اشتركوا في القناة ولا يمكن لنتنياه التعامل معه مكون إسرائيليا ولذلك وجه له أصابع الاتهام مباشرة بالمسؤولية عن تصاعد التوتر مؤخرا اتهام لا يحفى الفلسطيني 48 بإنكاره فلسطيني الداخل أو الخط الأخضر أو 48 كلها أسماء تطلق على الفلسطينيين الذين ضلوا في مناطقهم بعد إعلان دولة إسرائيل وكما يسميها الفلسطينيون النكبة ظل فلسطينيو 48 على مدار عقود من الزمان يمثلون الهوية الفلسطينية داخل دولة إسرائيل كما خاضوا معارك مختلفة مع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من أجل الحفاظ على هويتهم وأرضهم في داخل مجتمع لا يعترف إلا باليهود واليوم مع التصعيد الأخير تصدر الفلسطينيون داخل الخط الأخضر المواجهة في حماية المسجد الأقصى من هجمات المستوطنين والمتشددين اليهود إذ كانت وفود من البلدات والقرى الفلسطينية داخل الخط الأخضر تشارك في عمليات التصدي للهجبات الإسرائيلية على الحرم القدسي يضاف إلى ذلك الدور الكبير الذي يلعبه نوابهم في الكنيسة الإسرائيلي في التصدي للقوانين العنصرية التي تسعى الأحزاب اليمينية لإقرارها ضدهم وتعتبر تعليمات رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو الأخيرة إلى الأجهزة الأمنية بتغيير أوامر إطلاق النار واستهداف رشق الحجارة بمثابة الضوء الأخضر للتحريض على فلسطيني الداخل ولعل إطلاق الشرطة الإسرائيلية النار على الفتاة إسرائيل دين عابد في مدينة العفولة أكبر دليل على ذلك ورغم اختلاف تسمية الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل فإن الدور الذي لعبوه خلال العقود الماضية يؤكد بأنهم خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية وثوابتها في وقت غابت فيه السلطة أو غيبت معنا من القدس العضو العربي في الكنيست ورئيس لجنة القدس في القائمة العربية الموحدة الدكتور أحمد الطيبي أهلا بك دكتور طيبي لسكاي نيوز عربية هل يمكن دكتور الطيبي أن تتطور هذه الهبة الشعبية إلى برنامج سياسي واضح؟ هذه الهبة وهذه الغضبة الشعبية لها رسالة رسالتها أن لا تعايش بعد مع هذا الوضع مع هذا الاستمرار مع الاحتلال مع هذه الإهانات المتكررة هذه رسالة شعب يناضل ويقاتل من أجل الحياة والحرية أمام نظام يقاتل بعسكره من أجل الاحتلال والاستيطان الجيل الذي يخرج للشوارع هو جيل العشرين عاما الأخيرة جيل ما بعد اتفاقيات أصله هذا الجيل الذي شعر بالمهانة من الاحتلال وعانى من قصوة وظل هذا الاحتلال لكل ما هو فلسطيني عانى من الحواجز من الاستيطان من المصادرة من جدار الفصل العنصري من القتل من الاعتقال من الإبعاد ولذلك ما يحدث الآن هو مبادرات فردية هنا وهناك وليس شيء فصائلي منظم هذه الصرخة سمعها العالم كله ولكن لماذا يقول الإسرائيليون ويجندوا العالم أنه في تدهور وفي إرهاب لأنه بدأ مؤخرا يصاب ويقتل الإسرائيليون حتى الآن من كان يقتل أو يصاب هم فقط فلسطينيون لا أحد كان يحسب حساب الضحايا في الجانب الفلسطيني الشهداء المصابين الأسرة وكأن هذا الموت الفلسطيني هو موت عادي موت محتمل بينما عندما يصاب إسرائيلي بجرح أو عندما يقتل فإنه يتم زعزعة النظام العالمي وكأنه قيمة الإنسان الإسرائيلي أكثر من قيمة الإنسان فلسطيني نحن من الذين يؤمنون يعني في النهاية إسرائيل استطاعت استثمار اللحظة لماذا لحد اللحظة هناك انطباع بأن السلطة الفلسطينية مثلا لا تريد استثمار لحظة كهذه بل بالعكس لا تريد لهذه الهبة الشعبية أن تتطور هي إسرائيل لا أعتقد أنها استغلت اللحظة هي بالرغم من أنها هي صاحبة الكوة العسكرية والترسان العسكرية الأقوى ولكنها تبدو وكأنها مضطربة أمام ما يجري أنا أفهم هذا الاضطراب لأنه لا أحد يعرف أين سيتم الحدث ألف أو الحدث با ولذلك هذا الاضطراب وهذا التحريض على عدو خارجي مرة يكون عنوان ألف مرة يكون عنوان با مثلا في خطابه اليوم بن يمين نتنياهو أمامنا في الكنيسة قال بعد أن غاب مثلا الملف الإيراني في الأشهر الأخيرة في البداية الرئيس محمود عباس هو العدو هو المحرد كذا وكذا ثم الحركة الإسلامية هي المحردة ثم النواب العرب هم المحردون كل العالم مذنب ما عدا بن يمين نتنياهو لكي يرسل رسالة للمتلقية الإسرائيلي للرأي العام الإسرائيلي بأنه ليس مذنبا وبأنه ليس رئيس حكومة فاشل أو لأن ما ينتج الآن على الأرض ما يحدث هو نتاج سياسات حكومة الاستيطان الأكثر تطرفا في العقود الأخيرة ولكن في نفس الوقت دكتور الطيبي يعني الشعب الفلسطيني لا يحتاج لهبة فقط من أجل الهبة وانتفاضة من أجل انتفاضة لابد من تأطيرها ولابد من أهداف محددة هل معروفة هذه الأهداف لهبة كهذا؟ لا لا لنكن صريحين هذه الهبة والغضبة الشعبية أنا أسميها غضبة شعب ليست مؤطرة لا يوجد لها قيادة موحدة مثل الانتفاضة الأولى مثلا قيادة ميدانية موحدة لا يوجد لا يصدر عنها بيانات البيان رقم واحد بيان رقم اثنين لا يوجد لها أهداف هي عبارة عن ردة فعل لشباب جيل العشرين على ما يعانوه وعلى ما يشاهدوه يعني ممكن من قام بعملية اليوم أنه شاهد بالأمس عملية إعدام لفلسطيني في شوارع إسرائيل هذه الطريقة التي يسمح بها الإسرائيليون بفتاوي من حخمات ووزراء بسفك الدم الفلسطيني وإعدامات ميدانية فقط لأنهم يشكون إما لأنه يحمل سكين أو لأنه جرح أنا أقول هنا وفي كل مكان وقلت في الكنيسة حتى لو كان يحمل سكينا هذا الفلسطيني ابن العشرين ولو جرح إسرائيلي من قال أن الحكم عليه هو الإعدام حتى تبقى للقانون الإسرائيلي الحكم على الطعام سنة سنتين ثلاثة سنين أما مش إعدام ميداني انظر ماذا يحدث تجاهنا نحن كعرب فلسطينيين في المدن الإسرائيلية الاعتداءات العنصرية في الشوارع على كل ما هو عربي وتحديدا على النساء المحجبات اليوم كان في شريط فيديو لثتاة طالبة عربية من حيفا في تل أبيب تناقشت وتجادلت مع صائق تاكسي وما يظهر الشريط مفزع والطريقة التي يتعامل معها بهذا العنص وهناك من يبرر ذلك ويبرر هذا العنص ويعطي دعم قانوني وجماهيري من رئيس الوزراء وقيادة أركان الشرطة حضرتك وآخرين في الكنيسة من نواب عرب منعتم من دخول الأقصى بقرار من نتنياه مؤخرا هل ستدعنوا لقرارك هذا؟ كيف سيكون ردكم دكتور طيبي؟ يعني هو اتخذ قرار حاول فيه أن يمنع أوري أريئيل وزير الزراعة واختبالي نائبة وزير الخارجية من الدخول باعتبار أنهم محرضين ومكتهمين ثم صار عليه ضغط من اليمين فقال والنواب العرب أيضا هذه الموازاة ما بين صاحب البيت اللي هو إحنا وبين الحرامي اللي هو أوري أريئيل واختبالي هو أسلوب المعتدي والمحتل والعنجهي الذي يعتقد لأنه صاحب الكوة وصاحب العتاد يستطيع أن يفعل ما يشاء نحن بقرار من اللجنة المتابعة العلياة سنتوجه طبعا إلى المسجد الأقصى الشرطة ستمنعنا من الدخول وعلى العالم أن يرى ويشاهد ونحن نريد لهذا العالم أن يرى ويشاهد كيف يمنع العربي والمسلم من دخول مسجده من دخول بيته يعني تصوري لو منع يهود في أي مكان بالعالم من دخول كنيس كانت الدنيا ستقوم ولا تقعد كانوا سيسموا ذلك لاسامية هذه عنصرية وإسلاموفوبيا لمن بادر إلى محاولة تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى عبر إغلاق بوابات المسجد الأقصى في ساعات معينة من الصباح وبعد الظهر منعا لدخول المصلين المسلمين والسماح للمقتحمين اليهود بدخول المسجد الأقصى ويضلل نتنياهو عندما يقول أن هذا ليس صحيحا اليوم كان مواجهة بيني وبين وزير الأمن الداخلي لأنني قلت أن شرطة الاحتلال اقتحمت المصلة القبلي أربع مرات هو قال أنني أكذب قال الطيبي يكذب ولم نقتحمه إطلاقا وأنا أقول هنا وأقول في الكنيسة قل عاد إردان أنت تكذب لأنكم اقتحمتم المصلة القبلي ثلاث إلى أربع مرات ولدينا صور واقتحمتم للاعتقالات وأسأتم لهذا المسجد وسببتم ضررا للسجاد لأثريات للبوابات نعم دكتور لداخل المسجد ووصلت أقدام عساكركم حتى المنبر إذن هناك من يكذب وهناك من يوجد له رواية صحيحة نحن الجماهير العربية غدا نعلن الإضراب التام مع مظاهرة في سخنين للتعبير عن غضبة الشعب بكل مركباته أينما تواجد شكرا جزيلا لك دكتور أحمد الطيبي